السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الهرتلات الأخيرة اللي طلعت من أحد العسكريين السودانيين أو على الأصح من أحد الكيزان السودانيين بخصوص كلامه الكاذب طبعا حول دعم دولة الإمارات لقوات الدعم السريع وتركه كل اللي بيحصل في بلده هناك من خراب شبه كامل للبلد وتدمرها وحرب أهلية خلت أكتر من نص الشعب السوداني يترك البلد وتعليق كل ده على شماعة الإمارات ما زالت الأمور الحقيقة في السودان بتصير من السي إلى الأسوأ هل معنى كلامي ده إنه فيه جديد نعم فيه جديد وتقدر تقول كده هي صرخة من السودان اللي المجاعة الحقيقة يا أخواننا أصبحت بتهدد 20 مليون إنسان هناك بسبب الصراع اللي حاصل ده خلينا نشوف إيه التفاصيل لكن فضلا من حضراتكم ما ننساش دعم القناة ولايك وشير للفيديو واللي مش مشترك معنا في القناة يا ريتي شرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلوه كل جديد ويلا نبدأ الحلقة الحقيقة مش عارف أبدأ منين ولا منين لأن الأوضاع على الساحة العربية بتخلينا محترين نتكلم عن إيه ولا إيه خاصة إن العنوان الثابت حاليا هو الدم اللي بيسيل على خريطة الوطن العربي في شمال وجنوب مصر في السودان وفي غزة لو جينا نتكلم عن فلسطين فالدم اللي بيسيل هناك على أدين العدو المحتل المجرم فمش مستغربين أي عمل من الاحتلال بل ده كله متوقع ومش مستغرب إنه يعمل كده إذا حسب الخطر زي اللي شافوا من بعد يوم 7 أكتوبر اللي فات لكن الصعب والغريب والأكتر إيلام إن الإجرام ده يكون بأدين الإخوات وهم بيتصرعوا على السلطة مين اللي يحكم ومين اللي يسيطر على البلد ومين اللي يسبق قبل التاني ومين الأكتر قصف للمدنيين العزل ومين الأكتر تخريب ده كله اللي بيحصل بقاله حوالي 9 شهور بالضبط في السودان ولو جيت حضرتك تقارن بين اللي بيحصل في السودان وبين اللي بيحصل من أعداء الأمة كيان الاحتلال في فلسطين مثلا هتلاقيه مش فارق كتير بالعكس ممكن يكون أخطر بكتير لأنه بقدين أبناء الوطن الواحد وكل طرف بيتنافس مع الطرف التاني على مين اللي يكون أكتر فساد في الأرض فاللي بيحصل في فلسطين بيجمع الشعوب العربية والإسلامية كلها مش بس أبناء فلسطين على هدف واحد وهو الوقوف ضد الاحتلال والدعاء لإخواننا الفلسطينيين المستضعفين بالنصر على هذا العدو أما بقى اللي بيحصل في السودان فنتجته الفرقة والفوضى وتفتيت الوطن وانقسامه وهلاكه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وأن لا يصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أصلت عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار حتى يكون بعضهم يهلكوا بعضا ويسبي بعضهم بعضا وللأسف الشديد يا أخواننا ده اللي بيحصل دلوقتي بسبب الصراع في السودان اللي بيمتد لسنوات طويلة من خلال الشهور اللي فاتت بس واللي بسببه اتقسمت وأصبحت السودان دولتين حاليا وفي الطريق التأسيم التالت ويعالم ممكن يكون فيه تأسيم رابع بعد كده ولا لا تعال بقى نشوف عدد الضحايا وصل لفين على الدين أبناء الوطن الواحد في صراعهم على السلطة خلال 8 شهور من بداية الأزمة وصل عدد القتلى من المدنيين الأبرياء إلى ما يقرب من 12 ألف قتيل وألاف المصابيل أيوة زي ما حضرتك سامع كده 12 ألف قتيل وده أقل التقديرات وإيه كمان يا رئيس خد عندك كمان حوالي 4 مليون نازح إلى الآن من المدن الرئيسية واللي على رأسها بالطبع العاصمة الخرطوم ومعها طبعا العاصمة التانية أم دورمان يعني أنا كان عندي ناس أعرفهم من الخرطوم الحقيقة فقدت الاتصال بهم نهائي من شهور آخر حاجة افتكرها عنهم وهم منزلين صورة لهم على الفيسبوك أثناء ما كانوا بيلوموا أمتعاتهم يعني ما خف وزنه وغلى ثمنه علشان يقدروا يخرجوا فبيحطوا حاجاتهم على سيارة علشان يهربوا من القصف اللي كان شغال وكانت رسالتهم بالدموع هي سايبين بيتنا اللي عشنا إحنا وأجدادنا فيه ومش عارفين هنرجع له تاني ولا لا وحتى لو رجعنا ممكن نلاقيه ولا تكون اتسوت به الأرض بسبب الحرب بين مليشيات الدعم السريع وبين الجيش السوداني حضرتك متخيل معايا الوضع شكله إيه هناك حاليا النزوح الجماعي ممكن تشوف أثاره لو حضرتك بتتجول في منطقة في القاهرة زي مثلا منطقة فيصل في الجيزة مثلا ممكن تلاقي شوارع بأكملها هناك حاليا ما بيسكنش فيها غير السودانيين اللي وصلوا مصر من بداية الأزمة بالآلاف وطبعا مرحبا بيهم على العين والرأس لكن دول في الآخر معروف إن لازم هيجي يوم أكيد وتتوقف الحرب في السودان وساعتها كل واحد هيرجع لأرضه أكيد مش هيكون هناك محتل مغتصب عايز يهجرهم بصورة نهائية من أرضهم أو يعود مكانهم زي اللي بيحصل في غزة فالصراع في النهاية على السلطة مين اللي هيحكم مش عاوز بس أسودها في وشك كفاية عليك اللي بيحصل لإخواننا في غزة بس أنا عاوز أقول لك حاجة عن المجازر اللي بترتكب ضد المدنيين قرى ومدن بأكملها بتباد تحت قصف الطيران والأليات العسكرية اللي المفروض يكون هدفها حماية الشعب السوداني لكن للأسف بتقوم بعكس المطلوب منها التقارير الأممية المحايدة بتحذر من تفاقم الأزمة في ظل تعنت طرفي الصراع لدرجة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلع بيان من كم يوم قال فيه إن الصراع أدى لتفاقم الأزمات الاقتصادية المتردية في الأساس في السودان وإن عدد النازحين داخليا وصل لخمسة مليون شخص وإن فيه حوالي واحد ونص مليون تانيين فروا خارج البلاد مش دي كمان هي المشكلة المشكلة الأكبر يا أخواننا إن البرنامج حذر من وجود عشرين مليون مواطن بيواجهوا خطر الجوع وإن بالفعل فيه ستة مليون شخص أصبحوا خلاص على بعد خطوة واحدة من المجاعة في ظل تفشي الكوليرا في جميع أنحاء البلاد غير إصابات أكتر من أربعة مليون مواطن بمرض الملارية الحقيقة أن الوضع محزن للغاية ومفيش أمل في حل سياسي قريب رغم المحاولات المستمتة من الدول العربية واللي على رأسها طبعا مصر والمملكة العربية السعودية اللي عقدوا العديد من المؤتمرات لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع وتحذيرهم من خطورة الوضع على الأرض إضافة طبعا لجهود المنظمات الإفريقية لكن لا حياته لمن تنادي الطرفين كل طرف متمسك بالسلطة آخر المحاولات كانت المفاوضات اللي شهدتها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية واللي بدأت يوم 29 أكتوبر اللي فات واستمرت حوالي شهر والنهاردة تم الإعلان عن وقفها مؤقتا بعد ما أبلغت الجهات اللي بتقود المفاوضات تعليقها واستئنافها في وقت لاحق ولم تحدد الموعد الجديد شوف بقى السبب وركز فيه كويس قوي وده بشكل رسمي بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الجيش السوداني بيتمسك بخروج عناصر الدعم السريع من منازل المواطنين في العاصمة السودانية الخرطوم يعني الرجالة مش مكفيهم المجازر والمدابح والضمار فاحتلوا منازل المواطنين اللي سابوها وهربوا خارج العاصمة طلبا للنجاة أما الدعم السريع فبيشترط على الجيش السوداني بوضع ارتكازات أمنية لهم بعد خروجهم من منازل المواطنين اللي استولوا عليها ومن ضمن الأسباب اللي أدت لفشل أو لتعثر مفاوضات جدة الأخيرة تعثر إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمناطق الصراع زي مثلا دارفور وكاردفان على سبيل المثال فهل يا أخواننا فيه مصيبة أكتر من المصايب دي؟ يعني سبحان الله الطرفين من بلد واحد الحرب الأهلية اللي شغال هناك بين طرفين كلاهما من نفس البلد المفترض أن الطرفين هما اللي يحموا أهل البلد لكن بكل أسف أهل البلد بيتعرضوا لإنعدام الأمن وبيتعرضوا للخوف وبيتعرضوا للتهجير وبيتعرضوا لهدم بيوتهم وبيتعرضوا لحاجات ما بيعملهاش غير المحتل بسبب التنازع على السلطة لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يحفظ السودان ويحفظ أهله ويهدي طرفي الصراع ويعود السودان كما كان آمنا مستقرا وربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته